اعقد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري وخلال المؤتمر قال سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة إنه احترازيا وكإجراء للحفاظ على ما حققته الجهود الوطنية تقرر المواصلة في المستوى الأصفر وفق ألية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وذلك لغاية يوم الاثنين الرابع عشر من شهر فبراير المقبل نود أن نعلن أنه احترازيا وكإجراء للحفاظ على ما حققته الجهود الوطنية من تقدم في التصدي لفيروس كورونا وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية فقد تقرر المواصلة في المستوى الأصفر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وذلك لغاية يوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2022 ونؤكد أنه يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية من أجل مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين كما نشدد على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى الأصفر والتي تم الإعلان عنها مسبقا ونؤكد أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل مكثف في هذا الصدد من أجل سلامة الجميع وسيتم التعامل بشكل حازم مع المخالفين وفق الأطر القانونية ونجدد هنا الدعوة لجميع المؤهلين لمن تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة التوجه مباشرة لأخذ التطعيم من المراكز الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقا دون الحاجة للحصول على موعد ترجمة نانسي قنقر